يا صباح الفل على كل اللي بيتابعونا في مصر والوطن العربي صباحكم فل وهنا وسعيدة وحشتوني جدا من الأربع اللي فات والنهاردة في برنامجنا صباحك على الهوى معينا لعديد من الموضوعات والفقرات حابين قبل ما نبدأ حلقتنا حابين قبل ما نبدأ حلقتنا نقدم لكم مجموعة من الأخبار السريعة اللي تهمنا كلنا في بداية يومنا وتعالوا نشوف مع بعض الأخبار دي الرئيس السيسي يبحث مع وزير دفاع كوريا الجنوبية تعزيز التعاون العسكري والأمن ويؤكد بصر تتمتع بمنظومة بنية أساسية حديثة ومتكملة رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذ لمشروعات حياة كريمة بعدد من المحافظات وزير الإسكان يستعرض المشروعات الخدمية والتنموية بـ 25 مركزا في 10 محافظات ومستهدف طريق تطوير 1385 طريقا وإنشاء 578 وحدة صحية ومركزا طبيا التعليم تحدد مصرفات العام الدراسي المقبل للمدارس الحكومية 305 جنيهات من الروضة حتى الرابع اتدائي وـ 520 للأول الثانوي وـ 505 للصف الثاني والثالث تحصيل 12 جنيه تأمين صحي وتخفيض 50% الأبناء العامين بالوزارة أما بالنسبة لحالة التقس كشفت الأرصاد الجوية عن حالة التقس خلال أيام القليلة القادمة حيث يسود تقس حار نهار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء واعتبارا من الخميس 2 سبتمبر والسبت إلى السبت 4 سبتمبر سيكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سيناء وأقصى جنوب البلاد درجات الحرارة المتوقعة القاهرة 35-25 الأسكندرية 32-25 شرم الشيخ 40-30 ومعنا خبر كمان فرحة غامرة بتعم أهالي المحلة بعد تحرير الطفل اللي تم اختطافه من أمام محل والده هناك من أيام وزارة الداخلية أعلنت حالة الطوارئ وكشر أسود الجهاز الأمني عن أنيابهم وانتفض الرجال الأوفياء ليجسدوا أروع مشهد يعبر عن الوطن الوطنية والتضحية والأمن والأمان وبعد ساعات معدودة تمكنت الشرطة المصرية من تحرير الطفل الزياج بعد تحديد موقع إخفاء اللي يدهموا المنطقة وفي لمح البصر يقع الجنال يواجه مصيرهم المحتوم تحية مخلصة لرجال الوزارة الداخلية وتحية مصر ونروح لفاصل سريع ونرجع لكم استنونا ورجعنا لكم بعد الفاصل وهنبدأ كلامنا معاكم في ظاهرة لفتة نظر ناس كتير وهي ظاهرة البوديجر دوت مفيش حفلة أو مؤتمر بنحضره إيه لو بنشوف معاه الشخصيات العامة والنجوم فحبين طبعا معينا ضيفنا النهاردة الكابتن الكابتن خالد المصري أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم نورتنا أهلا وسهلا بيك نورتنا جدا وسعداء جدا بوجود حضرتك معينا واليوم النهاردة مميز عشان حضرتك معينا الله يخليك يا رب حابين نتكلم معيك في كام موضوع كده يخص البيديجرد والحراسات والحاجات بقى لك كم سنة بتشتغل في المهنة زي بقى لي 15 سنة 15 سنة طب إيه اللي شدك للعمل كبوديجرد هي طب كانت بداية الجيش كنت أنا حرص قائد الفرقة وطلعت من الجيش وطلع ورايا العقيد كان قائد الكتيبة فلما استلم شغل مدير أمن في الأنس سخنة تصل علي وقال تعالى يعمل منظومة الجرد وكده كانت بداية في 2004 أول شغل يعني فربنا قرمه وتمرستها يعني الحمد لله طب هل المهنة دي بقى ضررية في حياتك؟ طبعا هي مهنة درورية لأي حاجة مش في حياتي هي درورية لأماكن لشخصيات لحفلات لتصوير بنعمل برضو شغل أكشن كتصوير مش درورية درورية كمان بالنسبة التمريني يعني التمرين اللي أقل بدنية بتحفظ على ده كله مش منظومة اللي هي الكرش والبلطاجة يعني اللي هي منظومة اللي هي الشائعة بوغدنا طب ليه الناس شايفينكم مجرد منظرة؟ لا هي مش منظرة هي بص الكصة كلها ان طائفة كده بتبقى منظرة يعني بتبقى بتبهت على فكر الناس ان الجرد منظرة بس هي مش منظرة هي بس كلها كصة ان ممكن يبقى يعني نسبة بسيطة جدا زي نسبة برضو البلطاجة يعني في ناس برضو ايه فيها كصة البلطاجة ده بلطاجي ده مش جرد ده برضو كده يعني بتبقى نسب بس الوضع الأمني بتاع الشجلة الحراسات دلوقت بقى متطور وبقى فيه مؤسسات تشتغل على كده وبقى فيه شهادات خبرة وبيشتغلوا في أماكن كويسة جدا فيها التزام ضبط النفس والسيطرة على الموقف والاحتواء على الموقف ويعرف يعني ايه تعمل مع الشخصية ويعرف يعني ايه تعمل مع المكان مش منظرة خالص يعني طب لتنظيم الحفلات أصعب بالنسبة لك ولا الحراسة؟ هي الحفلات ببقى عليها ضغط يعني ضغط كبير وضغط نفسي وبصري وجهد بدني وعضلي وكده لكن الشخصيات بتبقى يعني على حسب الشخص ببقى شخص مثلا عايز منظرة ببعت له جارد مثلا يعني اللي هو ايه منظر منظر كده لكن فيه شخص على خطورة فببعت له برضو شخص ايه يكون على خبرة وعلى وعي بالالتزام برضو ويعرف يعني يحميه يعني بدون برضو خسائر يعني بدون اي بلطجة برضو خسائر لان برضو مرجعنا في الاول وفي الاخر للشرطة يعني ما بنعملش اي تجاوزات تودنا مشكلة يعني في مكان بلط يعني تمامي هل طيب للوظيفة للوظيفة اللي انت بماشي فيها هذي سبك وسبقت لك مشاكل قبل كده اه كتير ايه طب المشاكل دي ممكن تقول لنا المشكلة اللي جيدة لا كتير مواقف والله طريفة كلها يعني مش طب حابين يعرف من حضرتك مشكلة توجهت لها وتعرضت لها ازاي هي بيتبقى خضة يعني خضة وكصص كده عمى المشاكل الكبيرة دي ما بتحصلش الحمد لله هي بتبقى مواقف طريفة يعني ممكن تلاقي واحد داخل اه بيستظرف واحدة داخلها بتستظرف اه بيحطوا في دماغهم ان الشخص ده عامل زي الكارتون يعني مش مش شخص بنقادم عادي ممكن يكون بيحس ممكن يكون بيزعل ممكن يكون بيتعصب لا هم في دماغهم من الجرد ده والبناء ده من الجثة اللي قدامهم دي اه شخص يعني ممكن يعذره ويغتته ويقرفوه داعي لإيد يعني بيبقى استظراف واستفزاز مش اكتر يعني العضلات الطير دي تمرينات ولا ايه؟ هي والله يعني فيها تحفزات وبروتينات وطبعا بيبقى في دورات بناخدها للضخامة ونعرف يعني ان نستخدم نستخدم كرس نعمله وحاجة نكونها هل ليها اكل معين؟ اه هي طبعا على حسب الحجم وعلى حسب اللي هو عايزه يعني فيه حد يبقى عايزه يبقى فيتنس جسمه فيتنس الجسم الخفيف اه الجسم الخفيف اللي هو الشكل اللي هو البضي الخفيف ده اه فيبقى نسبة تغذيته ونسبة اقباله على الاكل وهو متوسطة شوية عينات يعني اه مش عينات لا البوتين يعني يكون مثلا اقل عن مثلا متوسطيات كبيرة للشخص التانية اه اه لكن الضخامة بتحتاج طبعا لواجبات اكتر وبروتينات اكتر يتعالي ازاي طيب لو حد يحتاج على حد قدامك وانت مثلا بتحرسه وبتحميل كده اه بتعامل على حسب الموقف وعلى حسب الشخصية اللي معايه وعلى حسب هو رد فعله رد فعله لو اتطور عن 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 كلام بيبقى فيه طبعا سيطرة على الموقف اكبر يعني لو اتطور لمد الايد والكلام ده بيبقى فيه سيطرة اكبر واكبر بيبقى فيه برضو رد فعل لان الشخصية اللي معايه طبعا لازما لازما ولابد انا واخدها احميها اه واخدها عشان احميها مش واخدها عشان اسيبها واجري يعني بتحافز ازاي طيب على شكل عدنوتك؟ بالتمرين بالتمرين بس والبروتين برضو اكيد بالتمرين والله هو البروتين ده يعني في البداية اه يعني تأسيس تأسيس ده كان في البداية دلوقتي مثلا واحد ممكن يبقى ما بيلعبش ويفضل مثلا الشجل واخده ومبيع كلش وبتاع بس خلاص جسم اتأسس يعني ممكن في بيحتاج مثلا يعني اللي هو التسخين ده اللي هو التفويق يعني وبيقوم تاني يعني طب امتى ترفض الشغلينة دي؟ لما احس ان انا هجي على حد او جيت على حد او ظلمت حد او مش اهل ليها يعني لما يكون مثلا جسمي مش مؤهل ليها رياقة البداية خلاص رسليني معظم الناس شايفينكم انكم باللستة يعني معندكمش دمير ده اللي انا شايفين دمير ازاي؟ يعني مثلا اللي هو يعني بتضربوا اي حد وخلاص بتخوفوا الناس بمعنى اصح ده هو مش بنخوف الناس هو اللي قلتلك هي طائفة كده يعني ومسلا حد معلش ثقافته متخلفة بيخش في وسط الناس بيعمل شبه لنا وبيشيع بقى ان احنا بلطجية ان احنا لكن لا هو الشخص ببقى على صدرية كويسة جدا وببقى في المكان مؤتمن على مكان مؤتمن على اهل مؤتمن على شخصيات فاستحالة يكون بالطريقة دي هل اشتركت قبل كده في اعمل فنية؟ انا عملت حاجات كتير يعني مشاهد اللي هي الاكشن الخطف القتل وكده وكده يعني الحاجة اللي تلقى علي يعني في ايه بالضبط ممكن تقولي هانا؟ مع الفنانة الكبيرة يسرى في لدينا اقوى الاخرى مع الاستسطرق لطفي بين عالمين وغشالة ميلاد مع الاستاذ احمد عب عزيز في الاب الروحي الجزء الاول والجزء التاني مع على الربيع عملت صد رد، محمد امام عملت جاحم في الهند اه فا عبدو حريفا الغاري عملت مسلسل بتاع اللي هو القريب ده كده عائلي طب أكتر عملت شدت لي في الأعمال الثانية بتاعتك ذي أفلام قصيرة الأفلام القصيرة؟ أه بتاخد حقها معي قوي لأن أنا بعرف أحط نفسي في المكان اللي بحبه أما لما بروح لمخرج ما بيعرفش يحطني في مكان أنا بحبه أساسي لأنه هم برضو واخدين فكرة الجرد اللي هو يخد اللي هو يبقى محطوط في مكان وهناخد فاصل وهنرجع لكم سريعا ورجعنا لكم بعض الفاصل ولسا مكملين كلامنا عن أسرار العالم الجردن نحب نسأل حضرتك سؤال تاني موقف اتعرضت له احكي لنا موقف حصل معي موقف مشكلة ولا موقف في شغلك كتير والله موقف كومودية يعني أوه عادي احكي لنا هي بتبقى حسب الحفلة والمكاننا فيه واللبس اللي بقى لبسه بقى موسى لفت للنظر شوية بيبقى فيه أطفال بنات بتاع فتلاقي طفل جاي مسحوب كده من لسانه انت بنا آدم بنت جاءت تصور معايا بتتكلم برضو بتنكش في غزار انت بتاخد ايه انت بتعمل ايه انت بتضرب حقا انت بتضرب ناس انت بتقتل ناس انت بتموت ناس الاسئلة اللي هي الثقافة اللي متعودين عليها اه الناس الطيبين ومسلا خفاف كده كلامهم يعني من القلب طالع من القلب مش مهم مش بترك تلقائي اه تلقائي نفسك تشتغل معنين طيب من الفنانين والله هو الفنانة يسرى محترمة جدا وبصراحة بتدعم الناس بشكل بشكل كويس جدا فدي الوحيدة اللي ممكن الواحد يتمنى اشتغل معا لان بصراحة جدعة جدا وانسانة محترمة جدا وابتدعم اي حد قدامها بشكل كبير هل بتدرب حد؟ منين؟ في الجن مثلا او في كحراسة يعني اشخاص عاديين اه اشخاص عاديين بتوصلهم اه من عندي جيم بنمر بنقهل ناس برضو كلات عسكرية بنقهل برضو ابطال بنعمل كرصات تخصيص كرصات ضخامة كرصات فيتنس على حسب هو محتاج ايه وكده ايه تقوسك قبل التدريب؟ بتبقى في فترة اه فواءان وانت عايش كده اللي هو يعني مش باكل بكمات كبيرة اه بيبقى اكل خفيف اه اي من النوم فايق او محضر نفسي فايق مفيش اصابات في جسمي اه جسمي رايق اه بعمل تسخنات كتيرة بشتغل على التسخنات اللي هي بتاهلني للتمرين عشان الاصابات برضو تجنب الاصابات وكده بقى ابتدي اخش بالتمرين بتعمل ايه طب لما بتتعصب؟ بسكت بتسكت؟ اه والله بسكت يعني شخصيتك من الشخص اه بسكت وبعد بس اكيد بيجي عليك وقت برضو خلص تكتك بتسكتك لا ما متعصبش خلص لو تعصبت وفي مصيبة هتحصل يعني انا كده يعني فبتجنب ممكن اخد بعض وامشي بعيد عن الموقف خالص واسيطر عامين بعيد كده للدرجة دي فيه لسه انسان ما بتعصبش؟ اه طبعا مش كسة تعصبية يعني الواحد يعني اي واحد بتعصب وبداي وكل حاجة بس لما بتعصب بوصل للمرحلة صعبة فبتجنب ان انا بتعصب يعني واي حد طبيعي بتعصب يعني مش شرط الجرد او كمال اجسام والكلام ده طب تحب تقول ايه في الهاية لقاءنا؟ احب اشكرك واشكر حضرتك واشكر الاستاذ الكبير عمرو لطفي اخوي الكبير واشكر البرنامج والمعدين والمخرجين والناس الكويسة اللي قابلونا ورحبوا بينا وياريت نكون فدنا الناس وجود البتجنب هو نوع من الرفاهية وشكل من اشكال الرفاهية وكمان ليه اهمية في النظام والحفاظ علينا ياريت طبعا يكون وقت حلقتنا تكونوا استفدتوا منه وحب طبعا اطلع بفاصل صغير وارجع لكم مع زميلاتي ميرنا ميرنا والا اشتركيا